الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فننتجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فنحن عما قريب ماضون من هذه الدار إلى دار نستقر فيها هناك وبين هذه الدار وتلك الدار سؤال عن تقوى الله تعالى بلا ريب يا شباب يا رجال يا أخوات يا فتيات كل مننا سيقف بين يدي ربه وسيسأله عن التقوى عن أوامر أمرت بها من جبار السماوات والأرض هل عملت بها أو تركت عن نواهي نهاك عنها جبار السماوات والأرض هل اقتحمتها أم أنك انتهيت لعل الواحد فينا تزل قدمه فيترك الأمر أو يقتحم النهي مناسب جدا أن يتوب فإن الله تعالى فتح للعباد باب التوبة ما لم يغرغير العبد إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال سبحانه يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون روى الإمام مسلم وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوالي الأرض يعني جمعها فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي يعني أنتم إن شاء الله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها المشرق والمغرب المشارق والمغارب عنوان خطبة اليوم زاد المسافر في جزئها السابع والحديث عن شبهات في طريق الدعوة أيها الإخوة من سافر من أهل هذه البلدة المباركة نتوقع منهم أن يكونوا سفراء لدينهم دعاة إلى الإسلام وفي طريق الدعوة يعترض المرأة شهوات وشبهات أما الشهوات فتدفع بالصلة بالله تعالى ونحن هنا أيضا في الدعوة إلى الله تعترضنا شهوات وشبهات شهوة المال شهوة المرأة الحرام شهوة المنصب الحرام شهوة البطش بالعباد شهوة التسلط على رقاب الناس شهوة الشهوات يدفعها الصلة بالله عز وجل عندما يمتلئ قلبك حبا لله تعالى عندما تكون من أهل الذكر عندما تكون من أهل قيام الليل عندما تكون خليلا للقرآن الكريم ويعمر قلبك بحب الله تعالى لن يبرق الذهب والفضة بين عينيك ولن تستثيرك شهوة مرأة بالحرام تشير لك بطرفها أو بمبسمها الشهوات تدفع بالصلة بالله تعالى مسامحوني من لا صلة بالله تعالى له قوية سيسقط في الشهوات بلا ريب إن لم يكن بهذه الشهوة فبتلك وإن لم يكن بتلك فبأكبر منها إلى أن يسقط وحدها الصلة بالله عز وجل تعصمك وتعصمني الشهوات تدفع بالصلة بالله تعالى والشبهات تدفع بالعلم بدين الله تعالى عرضت الخطبة الماضية لشبهات تتعلق بالقرآن الكريم وتعرض خطبة اليوم لشبهات تتعلق بالمرأة ومسألة المرأة مسألة يريد منها أعداء هذا الدين أعداء الإسلام أو أعداء الديانات السماوية كاملة يريدون من مسألة المرأة أن يحركوها ويحركوا كثيرا من مفرداتها من أجل أن يزلزل عقيدة المرأة المسلمة ومن أجل أن يصدوا نساءا عن الدخول بهذا الدين لكن النتيجة معنى سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون معنى النتيجة بس يبقى عليك أن تثبت ويبقى عليك أن تدعو تعرض خطبة اليوم لشبهات تتعلق بالمرأة لماذا ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل للذكر مثل حظ الأنثيين لماذا تكون القوامة للرجل لماذا يباح تأديب المرأة الناشز ولا يباح تأديب الرجل الناشز أليس تعدد الزوجات نوعا من أنواع الظلم والقهر لماذا يكون الطلاق بيد الرجل للمرأة؟ هما بنياء الحياة الزوجية مع بعضهما البعض بدأ العقد مجتمعا بإرادتهما فلماذا الطلاق بإرادة واحد منهما؟ وكأن الثاني غير موجود لماذا شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل؟ أليس الحجاب تقييدا لحرية المرأة وتضييقا عليها؟ لماذا لا تتولى المرأة عندكم الولاية العامة أي رئاسة البلد؟ ما بجوز في الإسلام أن تكون إمرأة؟ لماذا لا يصافح الرجل المرأة؟ ما تفسيركم للأحاديث والآثار المهينة للمرأة؟ ناقصات عقل ودين شاورهن وخالفهن هذه أيها الإخوة عشر شبهات ضد الإسلام متعلقة بالمرأة هي أهم ما يثار حولها هذه الشبهات صلش ألف ومئة سنة أحيانا تظهر بأسلوب آخر بصورة أخرى بكلمات أخرى بس هذه هي المحاور هذه هي المراكز هذه عشر شبهات ضد الإسلام متعلقة بالمرأة هي أهم ما يثار حولها ويتعرض المسافرون وغيرهم إلى من يلقي في طريقهم إلى الله هذه الشبهات ليوقع الريبة في قلوبهم وفي قلوب من يدعونهم للإسلام ألا فليعلم كل أخ وكل أخت تعرضوا لمثل هذه المسائل أن هذه الشبهات قديمة وقد أجاب عنها علماؤنا قديما وحديثا ما تاكل هم لا تتزلزل لا تضطرب لا تقول والله صحيح شو بدي أجاوب الجماعة والله في وجهة نظر بكلام لا تضطرب أبدا هذه الشبهات من ألف سنة أجيب عليها ولا زال العلماء القدامى والمعاصرون الآن المعاصرون أجابوا أيضا عليها وتكررت الكتب الكثيرات وما علينا إلا أن ندرس ونتعلم ثم ننطلق في الأرض دعاة ومعلمين إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله صناعة هذه الشبهات ليست ببلاش في مراكز بحثية في شباب يفرغون ويدفع لهم المال يقرأوا لنا القرآن من أوله إلى آخره يقرأوا لنا السنة يقرأوا لنا الفقه الإسلامي أخرجوا لنا ما يوقع الريب في قلوب هؤلاء المسلمين في مراكز موجودة في أوروبا يصرف عليها بالملايين من الدولارات إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله الله عز وجل قال فسينفقونها استنوا حتى تدرح كلها الملايين ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون لا تخاف لا تضطرب لا تتزلزل سينفقوا كلها الأموال بعدين ستكون عليهم حسرة من حيث يدرون أو لا يدرون هذه الشبهات أيها الإخوة التي ذكرتها لكم ضمتها مع الإجابة عليها عدد من كتب العلماء إلا كل أخ كل أخت تعرض لشبهة حول المرأة أظن لا تخرج عن هذه العشرة أو تطوف حولها هذه العشرة مع أجوبتها ضمتها مجموعة كتب سأعرضها عليكم في نهاية الخطبة غير أن منها كتاباً نافعاً طبعته دار الفكر بدمشق وهو موجود بصيغة الكترونية على الشابكة اسمه المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله يسعني في الخطبة أن أجيب على شبهتين اثنتين لأحيي لكم إلى الكتاب لتقرأوا فيه وتفيدوا منه ما يجعل الواحد فينا متمسكاً بعقيدته معتزاً بشريعته منافحاً عن شعائر دينه داعياً إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة لماذا مراث المرأة على النصف من مراث الرجل ولماذا الطلاق بيد الرجل هذا ما أستطيع أن أقدمه لكم لكن مطلوب منكم أنتم أن تعملوا ما معقول خطبة الجمعة تقدم لك كل شيء بالعالم أنت اذهب وتحرك أنت اذهبي وقرأي وادرسي أولاً لماذا مراث المرأة على النصف من مراث الرجل للذكر مثل حظ الأنثين الجواب إن من يطلق هذه الشبهة أحسن أحواله أنه جاهل بنظام الإرث في الشريعة الإسلامية وغير عارف أحسن أحواله وأسوأ أحواله أنه دارس عارف لكنه خبيث يدلس على الخلق ليصدهم عن الحق يعني هو بيعرف بس كذاب خبيث يخفي ما يعرفه ويظهر ما يوقع الناس في الشك والريب أحسن أحواله الجهل وأسوأ أحواله الخبث للذكر مثل حظ الأنثين جزء من آيتين في نظام المواريث في الشريعة الإسلامية جزء لكن نظام المواريث له أجزاء أخرى كثيرات النساء أيها الإخوة بالمقارنة مع الرجال في نظام الإرث الإسلامي يرثنا نصف ما يرث الرجال في بعض الأحوال ويرثنا مثل الرجال في حالة أخرى ويرثنا أكثر من الرجال في حالات ثالثة ويرثنا وحدهن ولا يرث الرجال في حالات رابعة فهذه للذكر مثل حظ الأنثين جزء وإلا المرأة مع الرجل أحيانا المرأة تريث نصف الرجل أحيانا تريث إرثا يساوي إرث الرجل أحيانا تريث إرثا أكبر من نصيب الرجل أحيانا تريث هي ولا يريث الرجل أما الحالات التي تريث فيها المرأة نصف الرجل فهي أربع حالات فقط من الإرث تخيلوا يا إخوان منكم من درس الرياضيات ومن درس البرمجة الاحتمالات العقلية لإرث الناس وأحوال الأسر كم حالة عقلية يعني أنتم الآن تخمنون بالرياضيات كم حالة عقلية لأحوال الأسر مع الإرث يعني يموت رجل له زوجة وما عنده أحد هذه حالة يموت رجل وقاله زوجة وعنده بنت وحدي يموت رجل وعنده زوجة وإله أم وأب وما عنده أولاد هذه حالة يموت رجل وعنده أم وأب وعنده أولاد تموت إمرأة وليس عندها لا زوج ولا أولاد إلا أم وأب كم حالة عقلية للإرث كثيرات جدا أربع حالات فقط تريث المرأة نصف الرجل بس أربع الباقي كله إما أكثر أو يساوي أو ترثي ولا يرثوا ثم يأتي خبيث ليقول للذكر مثل حظ الأنثين عندكم قهر للمرأة أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل فهي أربع حالات فقط البنت مع وجود الإبن مات رجل لديه زوجة وعنده ابنه بنت عنده ثلاث أولاد وثلاث بنات الآن زوجته ستأخذ منه الثمن والباقي للأولاد ما لديه أب وأم لنفترض الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثين هذه حالة البنت مع وجود الإبن حالة ثانية الأم مع وجود الأب وليس للولد المتوفى زوج أو زوجة أو أبناء مات رجل عنده أم وأب فالأم تأخذ الثلاث الأب تأخذ الثلاثين الآن صارت الأنثى نصف الذكر هذه حالة ثانية حالة ثالثة الأخت الشقيقة أو لأب مع الأخ الشقيق أو لأب ترس نصف ما يرثون وترث الحالة الرابعة ترث الزوجة نصف ما يرث زوجها إذا توفي أحدهما الرجال لما بيموت أو المرأة لما بتموت الرجل يرث نصف ارتها إذا ما عنده أولاد بس إذا هو مات هي ترث الربع معناتها هذه للذكر مثل حظ الأنثين إذا الرجل مات وعنده أولاد مرته بتورت منه التمن بس إذا هي ماتت وعنده أولاد يرث منها الربع فهذه أربع حالات رئيسة للذكر مثل حظ الأنثين أما الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل يساوي فمنها الأم تتساوى مع الأب مع وجود ولد للمتوفة مات رجل عنده أولاد قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس يعني للأم السدس أو للأب السدس معناتها الذكر يساوي الأنثى يتساوى الأخوة لأم مع الأخوات لأم دائما المرأة إذا توفيت وتركت زوجا وأختا شقيقة مرة ماتت خلت زوجة وأختها زوجة بيأخذ نص وأختها بيأخذ نص معناتها الأنثى ورثت زي الرجل يساوي أما الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل فهي حالات كثيرة منها إذا مات رجل وترك بنت وأم وأب تأخذ البنت نصف التاركة والأم السدس والأب التلت فهلأ البنت وهي أنثى أخذت أكثر من الأب وهو ذكر البنت أخذت نص والأب بيأخذ تلتين أو تلت عفوا أني أخذ الأب فها هنا أخذت البنت وهي أنثى أكثر من الأب وهو ذكر وأما الحالات التي ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال فترث الجدة في كثير من الحالات ولا يرث الجد وهكذا ترون أيها الإخوة أن للذكر مثل حظ الأنثين حالات قليلة من حالات كثيرة تتساوى فيها الإناث مع الذكور أو يأخذنا نصيباً أكبر أو يرثنا ولا يرث الذكور إن توزيع الشريعة لأموال الإرث يراعي ثلاثة معايير العلماء درسوا درسوا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالإرث وبحثوا عن الحكمة شاهدوا أن الشريعة في الإرث تراعي ثلاثة معايير درجة القرابة فالأقرب بيأخذ أكثر من الأبعد والمستقبل الحياتي الأجيال الجديدة التي جاء على الحياة تأخذ أكثر من الأجيال التي الآن ستودع الحياة والعبء المالي الذي عليه التزام مالي أكثر ويدفع أكثر تقبض الشريعة أكثر والكلام منطقي يوافق العقل الصحيح مئة بالمئة درجة القرابة بين الوارث والمورث المتوفى كلما اقتربت الصيلة زاد النصيب في الميراث فالبنت ترث أكثر من بنت الإبن ويحجب الإبن إبن الإبن يعني إذا توفى الرجل إله إبن وإبن إبن إبنه بيأخذ بس حفيده ما بيأخذ حجبه المستقبل الحياتي الأجيال التي تستقبل الحياة عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تودع الحياة وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة فالبنت ترث أكثر من الأم وكلاهما أنثى لأن البنت تستقبل الحياة أما الأم تودعها بل إن البنت ترث أكثر من الأب وهي أنثى وهو ذكر وقد ورث الإبن أو البنت أكثر من الأم أو الأب لأن أمامهما مستقبلا طويلا على هذه الأرض مقارنة بالأب والأم ثالثها العبء المالي الذي يوجب الشرع على الوارث تحمله هذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تمايزا بين الرجل والمرأة من هنا يريث الزوج الربع والزوج الثمن مع وجود الفرع الوارث لأن على الزوج النفقة على زوجته وأولاده وليس ذلك على الزوجة لكان أنت صحيح أم تأخذ ربع فسدك تدفع كمان عليك نفقة نفقة لأولادك ونفقة لزوجتك أما زوجتك لما تأخذ الثمن تضعهم بجابتها تشتري فيهم ذهب تضعهم بإيدة تشتري عقار تشتري محل من هنا أيضا يريث الإخوة والأخوات المجتمعون سهمين للذكر وسهما للأنثى لأن على الذكور النفقات وليست على الإناث فمعايير توزيع الإرث في الشريعة القرابة واستقبال الحياة عمر الجيل والعبء المالي إن أنظمة الدنيا كلها لا تحوي نظام إرث عادل وراحم وحكيم ومتكامل كنظام الإرث في الإسلام حسبكم أن تعلموا أيها الإخوة أن جمهورية الصين استقدمت قبل شهرين أستاذ الأحوال الشخصية من كلية الشريعة في جامعة دمشق الدكتور محمد حسان عوض ليشارك في صناعة قانون للأحوال الشخصية للمسلمين في الصين شبيها بالقانون السوري لأنها رأته كلام للصين لأنها رأته قانون الأحوال الشخصية اللي فيه بقلبه نظام الإرث أنسب القوانين في العالم وأرحمها وأعدلها جاء في الدعوة لما دعوه لأستاذ الأحوال الشخصية التي فيها من إرث الإسلام إن الصين درست جميع قوانين الأحوال الشخصية في العالم الإسلامي فوجدت أن قانون الأحوال الشخصية السوري هو أفضل القوانين المطبقة ومن المتوقع والكلام لهم أن يتم وضع قانون للشعب الصيني وليس للمسلمين فقط علماً أن عدد المسلمين فيها تجاوز العشرين مليون مسلم أظن بعد كل هذا يظهر لكم معنى قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين ويظهر لكم جهل أو خبث من يلقي بهذه الشبهة لماذا ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل ثانياً لماذا يكون الطلاق بيد الرجل للمرأة أنتما الاثنان بإرادتكما المشتركتين أنشأتما عقد زواج سألنا البنت يا بنتي قدم فلان ليتزوجك أموافقة أنت تقول نعم وكلت أباك نعم أنت يا أخي موافق على هذه الفتاة نعم أبرمنا العقد باتفاق الطرفين فلماذا نقض العقد يستبد به واحد لماذا الطلاق بيد الرجل أخي حطوا بيد المرأة طيب الجواب يدعو الإسلام إلى ديمومة العلاقة الزوجية إسلام يحب أن تستمر الحياة الزوجية ولا يقع فراق على الإطلاق وينفر من الطلاق لكن هناك حالات عالقة بين زوجين لا حل لها إلا بإنهاء العلاقة الزوجية وقد شرع الإسلام الآن هنا الآن الذي يحكيها الشبهة مرة تانية أحد أمرين يا جاهل لا يعلم يا خبيث يعلم يخفي شرع الإسلام ثلاث طرق لإنهاء العلاقة الزوجية السؤال لماذا يتفرد الرجل عندكم بالطلاق؟ لماذا لا تطلق المرأة يا أخي؟ الإسلام لإنهاء الحياة الزوجية شرع ثلاث طرائق أولها الطلاق وهو بيد الرجل هذا الذي تلقى الشبهة عليه ثانيها الخلع وهو بيد المرأة هذا يسكت عنه الخلع المرأة تقول أنا لا أريد هذا الرجل مئة بالمئة بالقانون الإسلامي بقانون الأحوال الشخصية السورية بالشريعة خير يا بنتي ما بدك يا أنت بتتفعيله شيء من مبلغ المال الذي أعطاك إياه من المهر تعال يا أخي هالبنت ما بديك خذ مصريك وهي لا تريدك أتوافق فإذا وافق بتقول له خلعته نفسي منك بإلا قبلته فالطلاق واحد بيد الرجل الخلع اثنين بيد المرأة لكن الحقيقة بدنا موافقة الرجل يعني لا بد أن يوافق على الخلع طيب بركي ما وافق ثلاثة التفريق القضائي وهو بيد الاثنين أيهما تضرر من الآخر إن زعج من الآخر لم يحب الآخر سيذهب إلى القاضي يقول يا سيادة القاضي أنا أريد أن تفرق بيني وبين زوجي لعلة كذا للشقاق للضرر للغيبة فطرق إنهاء العلاقة الزوجية في الإسلام ثلاثة الطلاق بيد الرجل الخلع بيد المرأة مع موافقة الرجل والتفريق القضائي بيد الاثنين يرفعان الأمر إلى القاضي والقاضي هو الذي يقرر فإنهاء الحياة الزوجية ليس بيد الزوجي وحده بطلاق بل تملك المرأة قريبا من هذا الحق بالخلع ويملك الطرفان رفع أمرهما للقاضي هذا ويمكن للمرأة أن تشترط من أول يوم في يوم عقدها أن يكون الطلاق بيدها هذه اللي نحن منسميها أنه جعلت العصمة بإيدها من وقت ما نبرم العقد المرأة اللي ما بناسبة أن يكون الطلاق بيد زوجها بدك كمان هي تشارك ما عندنا مشكلة والإسلام ما عنده مشكلة لما بنا نعقد عليها تقول أنا أريد أن يكون العصمة بيدي طلاقي بيدي للمرأة أن تشترط في الإسلام أن يكون الطلاق بيدها في يوم عقدها الآن للزوج أن يوافق أو يأبى يعني ممكن الزوج يقول لا أنا ما بناسب خير بيحمل حاله ويمضي يبحث عن غيرها ممكن يقول لا أنا ما عندي مانع موافق فإن وافق الزوج فلها أن تمارس حقها في طلاق نفسها هذا وقد وضع الإسلام الطلاق وحده بيد الزوج بس الطلاق بيد الزوج أما الخلع ليس بيده أما التفريق القضاء ليس بيده وإذا اشترطت هي الطلاق بيدها بصير هو بيطلق وهي تطلق طيب مرات هناك من يضيق ماشي أخي ليس الطلاق بيد الرجل ماشي مظبوط فيه ثلاثة عندكم بس ليس حطيتوه بيد الرجل لأن القاعدة القانونية والعقلية والعرفية والشرعية والمنطقية تقول الغرم بالغنم هذا الرجل الذي سيطلق سيلتزم مغارم الطلاق يريد أن يدفع المتقدم والمتأخر إذا مدافعون ويريد أن يدفع النفقة في أثناء العدة فهذا الغنم هذا الغنم بأن يكون الطلاق بيده سيقابله غرم بأنه سيدفع المال بما أنه هو الذي سيدفع جعلنا الطلاق بيده إذا المرأة تحبه يتطلق بصير بس تتنازل عن المال لذلك الخلع هي تتنازل عن حقها كاملا أو عن جزء من حقها لقاء يبرئها فمن يغرم يغنم ومن يغنم يغرم ولأن على الزوج مغارم الطلاق من مهر ونفقة وجب عدلا أن يكون الطلاق بيده وللزوجة أن تتنازل عن بعض ماله لتنخلع من عهدة عقدها معه إن لم ترده وبهذا أيها الإخوة يظهر أن الإسلام لم يجعل الطلاق بيد الرجل وحده من دون المرأة بل جعل للمرأة خلعا أو تشترط أن يكون طلاقها بيدها ولهما معا رفع الأمر للقضاء ليصار إلى التفريق القضاء أيها الإخوة هذه أجوبة سريعة يسمح بها وقت الخطبة ويتناسب أسلوبها مع حال الخطبة على شبهتين اثنتين تتعلقان بالمرأة إني أحيل الإخوة والأخوات إلى كتاب المرأة للدكتور البوطي ومثله كتاب المرأة للدكتور نور الدين عتر ومثله كتاب المرأة للدكتور محمد الزحيلي ومثله كتاب المرأة لوحيد الدين خان ومثله كتاب المرأة للدكتور مصفى السباعي ومثله كتاب المرأة للدكتور إبراهيم السلقيني كلها كتب حديثة وكتابها معاصرون أو فقدناهم من قريب يجيبون على هذه الأسئلة ويحيطونك علما ويحيطونك علما بمسائل المرأة كلها كتب حوات فيما حوات ردوداً على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول المرأة اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا اللهم احمي شبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم سلم من سافر من أهل هذه البلدة وعجل للشام بالفرج واجعله محفوفاً بألطافك أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فيا فوز المستغفرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر